شهدت مستشفى الرمض بأسوان تطوراً ملحوظاً وتطويراً هائلاً استعداداً للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. التطوير الذي شهدته المستشفى تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية، مما أحدث فرقاً كبيراً في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير أعلى سبل الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. مستشفى الرمض بأسوان، أحد الصروح الطبية الذي شهد تطوراً ملحوظاً وتطويراً هائلاً استعداداً للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. التطوير الذي شهده مستشفى الرمض بأسوان تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية، مما أحدث فرقاً كبيراً في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أهالي مدينة أسوان، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي بنجاح وسط قبال كبير من المترددين والمرضى. النهاردة بنتكلم من المستشفى بعد عملية الإحلال والتطوير الشامل لها. بدأنا عمل تجريبي وإن شاء الله قريباً هنبدأ أعمل منظومة التأمين الصحي الشامل. المستشفى بتقدم خدماتها المختلفة لجميع المواطنين. العيادات الخارجية عندنا حوال 12 عيادة خارجية. عندنا قسم الفحوصات بيقدم مختلف الأشعاعات والفحوصات الخاصة بطبوة وجراحية العيون. بنقدم خدمات العمليات الخاصة بالعيون بمختلف أنواحها. النهاردة بصدد إقبال كبير أو من المواطنين بسبب التطوير الشامل واللي تم على مقيس العالمية بأعلى مقيس الجودة والسلامة والساحة المهنية. المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعيون حيث تضم أقصام الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة وقسم العيادات الخارجية ويعمل فترتين الصباحية ومسائية. بالإضافة إلى قسم العمليات وقسمي المعامل والأشعة. مما يؤكد أن مستشفى الرمض بأسوان يعد أحد الصروح الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.